السلام عليكم طلب الأعزاء اليوم نكمل محاضراتنا في موضوع البيومي 2 أو ما يسمى سابقا بالبيومي 1 نفس الشي نفس المقرر وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى الكلوروبلاست البلاستيدات الخضراء واليوم نكمل محتويات الخلية النباتية نأخذ الجزء الآخر الشبكة الالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عفية تألف من أخشية مزدوجة أو إشاء مزدوج خارج وداخلي تتكوّن من عبارة عن شبكة متداخلة مع بعضها تكون على شكل كياس أو تراكيب أمبوبية الشكل تعرف بالسستيرني تعرف بالسستيرني هناك دو طريقة اندوبلاز بكرتوكلا أعيد التعريف مالته شبكة متداخلة من الأخشية المسطحة بعد تراكيب أمبوبية أو تشبه التراكيب الأمبوبية أو الأكياس الأمبوبية تعرف بالسستيرني وكما في هذا الشكل طبعا شوف هاي التراكيب أو هاي النابيب أو الأكياس الموجودة هاي تسمى بالسستيرني وهذه الحمراء أو الحمراء الغامقة هاي الحمراء الغامقة اللي عليها الرايبوسومات شوفوا هاي الحمراء هاي الحمراء الغامقة مو البرتقالية هاي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة هاي شوف رف اندوبلازمي كريتوكلا رف اندوبلازمي كريتوكلا الشبكة اندوبلازمية الخشنة ليس مو خشنة لوجود الرايبوسومات عليها وهذه البرتقالية هي smooth endoblasmic retoculum اللي هي الملساء سميت بالملساء لأنها خالية من الرائبوسون عدم موجود الرائبوسون نشوف هنا أيضا بالرسم أنه الشبكة الendoblasmية الملساء تكون لها برا للخارج والشبكة بعيدة عن النوات والشبكة الendoblasmية الخشنة تكون قريبة على النوات هذه النوات هذه البنفسجية إذن من المرتبط مع النوات الشبكة الendoblasmية الملساء الخشنة هي المرتبطة مع النوات مع النيوك اليس بينما الشبكة الendoblasmية الملساء تكون بعيدة بعيدة عن النوات هذه هي 3D يعني تركيب ثلاثي الأبعاد لهذا الرسم أيضا مطلوب لازم تعرفونه لازم تخططون بالبيت ترسمونه أي شيء أذكره بالمحاضرة هنا أنتم مطالبين به الآن هناك 2 types of endoblasmic retoculum ماهي هذا السموث endoblasmic retoculum يقبسين without ribosome smooth without يعني ribosome خالي من ribosome rough endoblasmic retoculum لا دي تي with ribosome the function of the smooth سنجي إلى الوظيفة سعرفنا هناك نوعين خشنة وناعمة بالنسبة للendoblasmic ماهي الوبائف للسموث the function of smooth endoblasmic reticulum هذه S E R يعني S يعني smooth ناعم وال E يعني endoblasmic وال R reticulum يعني خلق هذا ملخص أو رمز السموث endoblasmic بدل ما نقول smooth كلمة endoblasmic reticulum لا نقول S E R الرمز مالاته اختصارا للرمز The function of smooth endoblasmic reticulum is a site for the creation of lipid tube هو موقع يعني smooth endoblasmic reticulum شنو وظيفته بالخلية هو موقع مهم site لعملية تخليق الليبيتز صنع الليبيتات والفوسفوليبيتز الليبيتات المفسفرة والاستيرويد حاي وظيفته صنع تخليق وتكوين الليبيتز دهون والفوسفوليبيتز and the steroids زين The function of rough وظيفة rough endoblasmic reticulum rough endoblasmic reticulum وظيفة الشبكة الاندوبلازمية الخشنة شنو وظيفته ما هي الوظيفة is synthesized of the protein ها بتصنع البروتين ليش هي تصنع البروتين اللي بيها ريبوسومات لأن هذه بيها أو عليها ريبوسومات تصنع البروتين نعرف أن الريبوسومات هي الوحدات المسؤولة عن عملية تصنع البروتين ذيكي الملساء لا مسؤولة عن صناعة الليبيتز والفوسفوليبيت and steroid واضح؟ واضح لازم تعرفون هذا الشيء إلى الريبوسومات هيا كلكم أيضا ساعين بالريبوسومات وشنهي هاي الدقائق صغيرة تتكوين من الRNA والبروتين لذيكي الملساء خلايا بداية وأولية النوات سترى أيضا بها الريبوسومات موجودة بالنوع من الخلايا الخلايا البداية النوات والخلايا الحبيقية النوات ملاحظة مهمة and have two subunit وكل ريبوسومة وحدة كل ريبوسومة كل حبة من ريبوسومات أو دقة من ريبوسومات كل particles anyone particles of pero of ribosomo تتكوين من two subunit من واحد كلكم حبة ريبوسوم تتكوين من واحد two subunit subunit يعني وحدتين صغيرتين ثانويتين large و small يعني أكو وحدة كبيرة والثانية سب يونت ووحدة صغيرة يعني وحدة كبيرة كل حبة ريبوسوم وحدة تتكون من حبةين وحدة صغيرة ووحدة كبيرة كل اثنين يصير ريبوسوم وحدة 2 سب يونت الحبة الصغيرة أو الوحدة الصغيرة والوحدة الكبيرة والثانين هاتم يكونون ريبوسوم وحدة It's help It's help هاي وظيفتها It's help تساعد يعني تساعد في عمل يرصن على البروتين الريبوسومات شوية وظيفتها شوية وظيفتها هاي سطر الأخير هاي سطر الأخير It's help in protein synthesis تساعد في عمل يرصن على البروتين يأتي الجولجي جهاز جولجي جهاز أو شوية اللي يسمونه جولجي أبارتوس هذه العضية عضية جولجي هذه كلكم أيضا شايفينها كلكم أيضا تعرفونها وشايفينها وما أخذينها في السادس أو بالخامس أعدادي أعتقد بالسادس أو بالخامس أكيد يعني ما أخذين جولجي أبارتوس هاي سطر الأخير طبعا هذا إيبغاء إيبغاء أبارتوس The earth which consists of many of the flattened sacs شو نسمي هاي الأكياس ساكس الأكياس شو نسميها تحتوي على عدد كبير من الأكياس هذه الأنابيب أو الأكياس أو الأنابيب مفلطحة المسلطحة شو نسميها تسميها بالسستيرني شو؟ شو؟ سستيرني سستيرني flattened sacs ماذا يتحدث به هاي جاءت سام كول جي تحتوه على الحويصلات سوف الحويصلات هاي الدوائر شوف الطالعة المنفصلة هذا السين طالع منه شوف الدوائر الطالعة هاي الدوائر هذه الحويصلات في نهاية السستيرني شوف نهاية السستيرني هاي الأنابيب سستير النهاية شنو أكو حويصلات هذا النصغير أشوف هاي حويصلات جديدة حويصلات متكونة بشكل جديد هذه موجودة هذا هو باعتبار حويصلات ناقلة قادمة من شبكة الاندوب لازم حويصلات ناقلة نابعة من جهاز جولجي وهذه حويصلات ناقلة 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 قادمة من الشبكة الاندوب لازم في كلها عبارة عن حويصلات حسنا شنو وظيفة شنو يسوي هذا الجهاز تساعد في عملية إفراز المواد المختلفة مختلفة تساعد في عملية الإفراز تساعد في عملية الإفراز إفراز المواد المختلفة اللي هي هرمونات أو إنزايم أو شو برس نجي آخر شيء والجزء المهم بالخلية النباتية لنيوكلياس النوات المهمة جدا ومعروفة يعني خاصة بالنسبة إلى الخلية النباتية بها نوات كبيرة وواضحة لأن حقيقية النوات والنوات معروفة لكم بها الدي ان اي وبيها الكروماتين وغلاف النووي نيوكلياس نوية وهي السيطرة على عملية كل العمليات التحكم الموجودة بالخلية ولذلك مهمة جدا نيوكلياس تعريفة 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 عضية مهمة جدا تعريفة تعريفة يعني نعطيها أهمية أكبر من غيرها صحيحية كلها القولجي أبارت مهمة ولكنها it is very important ليش؟ لأن يسيطر على كل العمليات الوراثية به دي ان اي والوراثة it's eukaryotexial in eukaryotexial شوف فقط طبعا النوات فقط موجودة it's very important organelles in eukaryotexial نانا موجودة فقط فالنوات ما موجودة في بالبروكاريوتكس بس باليوكاريوتكس بالخلايا الحقيقية ليش هي very important because it's control تسيطر تتحكم تنظم the heredity characters الخصائص الوراثية هي لسيطر على الخصائص الوراثية تحتوي على dna of an organism كل الكائنات الحية the nucleus contains the nucleus contains the nucleus contains the nucleus the nucleus the chromatin which is dna not the chromatin the dna and the chromosomate and the nuclear envelope والغلاف النووي إذا ما هي محتويات the nucleus the nucleus the nucleus the nucleus the nucleus the nucleus the chromatin اللي هو dna nuclear envelope and nucleoblasm اللي بلازم النووي the nuclear membrane الغلاف النووي is continuous we are in continuous متصل with the endoblasmic reticular مثل ما قلنا with endoblasmic reticular شوف لو نرجع with endoblasmic شوف بس يا endoblasmic الرف الغلاف النووي هذا nuclear envelope متصل وي ال endoblasmic reticular بس متصل وي الشبكة ال endoblasmic الخشنة وليس المرساعة تما حجينا عليه قبل شوية هذا الرسم مهم الرسم هذه النوية شبكة ال endoblasmic reticular موجود شوف هذا الشبكة ال endoblasmic reticular شوف هذا شبكة ال endoblasmic reticular شبكة ال endoblasmic reticular نوكليولاس المدن sai المدن quarter في الصندوق البلازم النووي نوكليار لربقBa الفتحة النووية وهذا بالغلاف النووي هذا الرسم لازم تعرفونه وترسمونه وتشيرون عليه بالبيت وترسمونه رسم صحيح وكل رسم اللي أذكره بالمحاضرات انتم مطالبين بالرسم الصحيح والتأشيرات المضبوطة والحجم والترتيب ثم نهاتي لكم بالتوفيق إن شاء الله هنا خلصنا الجزء الأول من الموضوع إن شاء الله في محاضرة لاحقة بعون الله تعالى نلتقي على خير في أقرب وقت إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة أو جوزي اليوم أيضا ننزل محاضرة ثانية ندخل في البلان تيشو الأنسجة النباتية تحياتي لكم ومع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم 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 ورحمة الله وبركاته